سلامة سنة الثانية بجدائي السلام عليكم هذا اختبار الفصل الثاني في مادة الرياضيات سنقوم بحله معا الوضع الواحد الوضع الاولى انجز الامليات التالية لدينا 45 زائد 23 5 زائد 3 الوحدات مع الوحدات 5 زائد 3 5 6 7 8 احسنتم نكتب 8 العشرة مع العشرة 4 زائد 2 4 5 6 جيد تساوي 68 نواصل 36 زائد 14 6 زائد 4 6 نضيف 4 6 7 8 9 10 احسنتم اكتب الصفر واحتفظو بالعشرة 3 زائد 1 4 نضيف الواحد 5 لدينا 3 زائد واحد زائد واحد تساوي 3 زائد واحد 4 زائد واحد تساوي 5 عملية الطرح 74 ناقص 23 4 ناقص 3 نكتب 4 ونطرح 3 تساوي 1 7 ناقص 2 7 ناقص 2 كذلك 7 4 5 6 7 ناقص 2 وشطب 2 ونحسب 1 2 3 4 5 7 ناقص 2 تساوي 5 5 5 ناقص 0 مباشرة تساوي 5 6 ناقص 3 ناقص 6 ونطرح 5 6 ونشطب على 3 تبقى 1 2 3 65 ناقص 30 تساوي 5 الوحدات مع الوحدات والعشرات مع العشرات نبدأ دائما بالوحدات التمرين الوضعي الثانية ألون المضلعات وأحسب عدد الزوايا في كل رسم نلون المضلعات المضلع الأول ألون سرعة نلون المضلع الثاني وكذلك المضلع الثالث نطلب منا أن نحسب ألون وأحسب عدد الزوايا في كل رسم نرسم الزوايا ثم نحسبها زاوية 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 وزاوية حسب عدد رؤوس زاوية 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 وزاوية نرسل زاوية زاوية وزاوية مطلوب حساب عدد الزوايا نحسب واحد اثنان تلاتة اربعة نكتب اربعة زاوية في الشكل الأول واحد اثنان تلاتة اربعة أربعة زاوية في الشكل الثاني في الشكل الثالث واحد اثنان ثلاثة ثلاثة زاوية في الشكل الثالث نواصل الوضعية الثالثة أرتب الأعداد التالية ترتيبا تصاعديا تصاعديا معناه من الأصغر إلى الأكبر لدينا 224 915 815 429 772 996 نعلم مركز مرتبة المئات لدينا اثنان لدينا التسعة تمانمئات أربعمئات سبعمئات وتسعمئات من هي عدد المئات الصغيرة؟ مئتاني تسعمئة تمانمئة أربعمئة سبعمئة تسعمئة الصغيرة هي مئتاني نكتب مئتاني وأربعة وعشرون ثم لدينا تسعمئة تمانمئة أربعمئة سبعمئة تسعمئة تسعمئة تمانمئة وتسعمئة صغير هو أحسنتم تمانمئة بقي لنا العددين تسعمئة وخمسة عشر تسعمئة وستو لدينا تسعمئة 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 ننظر إلى العشارات لدينا عشرة واحدة وستة عشارات أين هو العدد الصغير؟ أحسنتم تسعمئة وخمسة عشرة وأخيرا تسعمئة وستة وستون المطلوب من الأصغر إلى الأكبر دائما نبحث عن عدد المئات الأصغر نراجع مئتاني أربعمئة سبعمئة تمانمئة تسعمئة لكن عشرة أصغر من ستة أصغر من ستة عشرات تسعمئة وخمسة عشرة تسعمئة وستة وستون ننتقل إلى الوضع هي الرابعة أكمل كما في المثال التالي مئة وستة وسبعون تسوي مئة زائد سبعون زائد ستة مئة زائد سبعون زائد ستة مئتاني واربع عشوون تسوي مئتاني زائد عشرون زائد أربع سنتم نواصل عدد الأول مئة مئة ثاني تمانون وتلاتة مئة وتلاتة وتمانون مئتاني واربعة وعشرون الوضع الإدماجية اشترى حسام مقلمة بمئة وخمسون دينار وقالما بثلاتون دينار فكم سيدفع للبائع نوعيد اشترى حسام مقلمة بمئة وخمسون دينار و معناه وكذلك اشترى قلما بثلاتون دينار معناه اشترى مقلمة وقلم اشترى اثنان فكم سيدفع للبائع عمليات احسنتم عمليات الجمع نكتب العمليات أفقية مئة وخمسون زائد ثلاثون نجري العملية عمودية مئة وتلاتون ثلاثون نبدأ من الوحدات ثلاثون ثلاث مئة وخمسون عفوا زائد ثلاثون مئة وخمسون زائد ثلاثون نجمع سفر زائد سفر تسوي سفر خمسة زائد ثلاثة خمسة ستة سبعة تمانية واحد زائد سفر تسوي واحد لما نكتب نكتب مئة وخمسون ونبدأ ثلاثون من الوحدات ثلاثون 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 مئة وتمانون مئة وتمانون فقالنا لنا أن نجيب على السؤال فكم سيدفع للبائع؟ نجيب سيدفع للبائع بائع كم سيدفع البيعع؟ مئة وتمانون دينار نريد أن نراجع العمل اللوضعية كان لدى عمر اشترى حسام افوا اشترى حسام بقلامة بمئة وخمسون دينار وقال من بثلاثون دينار فكم سيدفع للبائع؟ نضع مئة وخمسون دينار زائد ثلاثون دينار سي مئة وتمانون دينار ونجيب على السؤال سيدفع للبائع بأو تبير من دينا وهكذا انتهينا من الاختبار لا تنسوا الاشتراك في القناة وإلى اختبار القادم إن شاء الله والسلام عليكم